أكملت غواصات روسية تدريبات خاصة لاختبار أسلحة الغواصات في بحر بارنتس والبحر النرويجي أشار بيان الأسطول الشمالي الروسي أن التدريبات شملت اختبار أنظمة وأسلحة للغواصات في مناطق المياه العميقة كما شارك التواقم من الغواصات النووية في التدريبات تم تأسيسه في عام 1933 ينحضر بشكل غير مباشر من الأسطول البحري في القطب الشمالي الذي أسسته الامبراطورية الروسية لحماية البحر الأبيض خلال الحرب العالمية الأولى فيما يلي أبرز مهام الأسطول الشمالي الروسي نتابع الأسطول الشمالي هو تشكيل من البحرية الروسية ويعتبر أساساً للأسطول الشمالي الحديث الذي يتكون من الصوريخ النووية وغواصات حاملة التوربيد وطيران المضادة للغواصات يقع مقر الأسطول الشمالي وقاعدته الرئيسية في سيفيرومورسك مع قواعد ثانية في أماكن أخرى في منطقة خليج كولا الكبرى تم تكليف الأسطول الشمالي بمسؤولية العمليات والدفاع في بحار القطب الشمالي على طول شمال روسيا بما في ذلك بحر بارتس وبحر كارا بالإضافة لطرق البحرية الشمالية الغربية لروسيا في البحر النرويجي والمحيط الأطلسي من أبرز مهامه تقديم الدعم للقوى النووية الاستراتيجية البحرية وكذا حماية المنطقة الاقتصادية ومجالات النشاط الصناعي ومنع أنشطة الانتاج غير المشروعة عام 2018 حصل الأسطول الشمالي على أول نظام مضاد للطائرات يمكنه العمل في الظروف القاسية للقطب الشمالي وأقصى الشمال في درجات حرارة منخفضة تصل إلى خمسين درجة تحت الصفر في يونيو 2020 وقع رئيس روسي فلاديمير بوتين أمرا تنفيذيا يجعل الأسطول الشمالي كيانا عسكريا إداريا مستقلا اعتبارا من يناير 2021